بس أحب أنوه على كلام السيد الضيف أنه يقول كلام عاطفي اليوم الجمهور اللي انتخبنا هو آخر فرصة للثقة حتى يطرحها بالشخصيات البديلة الشخصيات الوطنية اليوم حركة امتداد أو الشخصيات المستقلة الأغلب اللي هي خرجت من رحم معاناة تشرين اللي هي ما يهمها الموت من واجهة الرصاص بصدور عارية بداخل الساحات ما رح يهمها الموت بداخل مجلس النواب حتى تغير لهجتها العاطفية أما بالنسبة للوضع السياسي بالنسبة للاشتراك حركة امتداد واستقطاب بعض المستقلين هي لبناء كتلة معينة أو شراكة تحت اسم معين حتى يكون لهم صوت حقيقي بمجلس النواب لا عندنا أنه اتلاف مع حركة قديمة لا مع حزب شارك بالمنظومة السياسية أو شارك بدمار البلد لا راح نشترك بالمحاصصة المقيتة اللي هي دمرت البلد معطيات الأمور تقول أنه حركة امتداد والشخصيات الوطنية المستقلة راح تتجه صوب المعارضة اللي جاي يفتقدها البرلمان العراقي منذ 18 سنة كل المعارضات السابقة هي شانت تقريبا شلون النوع من الابتزاز فتحون ملفات ويسدونها بمبالغ ابتزاز فاليوم المواطن العراقي يحتاج مكاشفة يحتاج ما يدور بالغرف المظلمة يحتاج جلسات علنية يحتاج تشخيص خلل يحتاج كشف المؤامرة اللي الكهرباء كل سنة على نفس المعانات كشف مؤامرة الصناعة والمصانع المغلقة كشف مؤامرة إساءة لهيبة الدولة كشف مؤامرة الواقع الصحي المتردي كشف معانات الواقع التعليمي وغيرها من الأمور المواطن يريد يسمع صوته داخل قبة البرلمان فحركة امتداد أو كحميد الشبلاوي لو بقيت وحدي بداخل مجلس النواب ما راح أكون جزء من منظومة سياسية فاسدة ولا راح نحجم نفسنا لكن الكل يعلم أنه المواطن العراقي أمل كبير بهذه الشخصيات الوطنية راح ممكن إحنا نكون اللاعب الأقوى في تحديد شخصية سواء شخصية رئيس الوزراء كشخصية مستقلة أو راح أول أفضل أو المعطيات الأمور هي تكون معارضة حقيقية داخل مجلس النواب وتكون قوة اللي هي صوت الشعب صوت المواطن صوت الشراحة المظلومة صوت الناس اللي هي احتاجت أنه تريد وطن مثل ما طلقتها ثورة تشرين في بداية الحراكة جيد سيد الشبلاوي الآن عندما نتحدث مع أي كتلة سياسية حتى وإن حصلت الآن أتحدث لك عن الكتلة الصدرية خلي نقول على النتائج هذه حصلت على 73 مقعد وهي غير قادرة على تشكيل الحكومة باعتبار أنه لازم يكون تشكيل الكتلة الأكبر ويكون هناك توافق وبالتالي نفس المثال ينطبق على المعارضة اليوم امتداد كم مقعد عدها تسعة خلي تجمع لها بعض من المستقلين قادرة امتداد مع الذين سيتحالفون معها من أن يكونوا معارضة حقيقية بوجه بقية السادة النواب والكتل السياسية اللي تلعب سياسة هنا هنا نقول امتداد ربما ما دخلت إلى عالم السياسة نعم جاءت على التظاهرات جاءت وفق المطالب الحق وقفت بصدور عارية لكن هنا العمل السياسي رح يختلف قادرين ما رح يصير أكو تفكيك ما رح تدخل أيضا الأحزاب مثل ما دخلت إلى قضية التظاهرات الكل يعرف أنه الشخصيات الوطنية ما كسبت ثقة الشارع إذا ما صارحته بكل جزئية اليوم مصارحة الشارع بأنه شخصيات امتداد أو كشخصية حميد الشبلاؤي على سبيل المثال أنه ما رح نقتلف مع أي جهة سياسية سابقة ما رح نشترك من المحاصصة ما رح نكون جزء من المنظومة السياسية الفاسدة ما رح نشترك بقتلة الشعب العراقي أو لسبب دمار هذا الشعب إحنا رح نكون معارضة حقيقية والعمل على أنه تكون منصف للشعب العراقي موضوع الاشتراك مع الكتل السابقة سواء بتشكيل الحكومة هذا ربما يكون بعيد أما هناك لا يخفى على الجميع أنه تحت الفرصة بالنسبة للفراغ السياسية أو الفراغ الدستورية أو غيرها من المسميات اللي ممكن تعجز الكتل السياسية عن تشكيل الحكومة ربما تكون فرصة لامتداد أو الشخصيات الوطنية بتشخيص رئاسة الوزراء بالاعتماد اليوم إحنا عندنا جمهور واضح جمهورنا اللي هو داخل ساحات الاحتجاج أو كل الشعب العراقي اللي منحنا الثقة واللي هو مختنع بأن الشعب العراقي شعب مطلوم شعب مدمر من كل المستويات فأما رح يكون خصمنا رأي أما رح يكون مساندنا فإحنا ما رح نسمح نفسنا بأن جمهورنا رح يكون خصمنا موسيقى 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 موسيقى